سين هل الجنة والنار موجودتان الآن؟ أم أنهما لم يخلقا بعد؟ جيم اتفق أهل السنة والجماعة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن لا يشك في ذلك أحد منهم لكثرة الأدلة الدالة على ذلك من الكتاب والسنة فمن نصوص الكتاب قوله تعالى عن الجنة أعدت للمتقين وقوله عن النار أعدت للكافرين فقوله أعدت أي هيئت فهو دليل على أنهما موجودتان الآن وأما نصوص السنة فمنها ما جاء في حديث أنس رضي الله عنه في قصة الإسراء وفي آخره قال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق بي جبريل حتى أتى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي قال ثم دخلت الجنة فإذا هي جنابذ أي قباب اللؤلؤ وإذا ترابها المسك وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه فقال إني رأيت الجنة وتناولت عنقودة ولو أصبته لأكلتم منهما بقيت الدنيا ورأيت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفضع والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا وقد عقد البخاري في صحيحه بابا قال فيه باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة وذكر جملة من الأحاديث الدالة على ذلك والله أعلم ترجمة نانسي قنقر